مجمع الاندلس التعليمي مدرسة الاندلس الابتدائية الخاصة للبنين الصف السادس اللغة العربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب أهلا بكم وسهلا في درس جديد من لغتكم العربية من لغتنا الجميلة معكم محمد صديق درسنا في العام الماضي اسم الفاعل وفي هذا العام نعزز هذا الدرس مرة ثانية لنثبت المعلوم هات اسم الفاعل من الكلمة التي تحتها خط في الجملة الآتية محمد يصدق في قوله يصدق هذا فاعل نريد أن نأتي باسم الفاعل نقول محمد صادق في قوله تهيئة درسنا هل يمكنك مساعدة في تسمية هاتين الصورتين الأول محمول والثاني مسؤول على وزن مفعول فهي اسم مفعول أهداف درسنا يتوقع أن نستطيع معا أن نوضح المقصود من اسم الفاعل المفعول توضيحا سليما كذلك نشتق اسم المفعول من الفعل الثلاثي بطريقة صحيحة ثم نوضف اسم المفعول توضيفا سليما صفحة سبعين في الكتاب اقرأ الفقرة ثم أجب عن الأسئلة إن الإنسان معروف بالحذر والخوف من المجهول والحياة لا تسير على وثيرة واحدة وإنما تتقلب بنا بين السعادة والشقاء والفرج والضيق ولذلك يجب على كل منا أن يتخلى عن الحذر أحيانا وأن يتحلى بروح المغامرة للوصول إلى هدفه المنشود وأن يبادر في إيجاد حلول مبتكرة لكل مشكلة تواجه صفحة الإنسان كما ورد فيها الفقرة كيف يصل الإنسان إلى هدفه استخرج كلمة بها ألف لينة هذا للتأكيد على أهمية التركيز أثناء القرأة لاحظ معي الكلمات الملونة باللون الأحمر إن الإنسان معروف بالحذر والخوف من المجهول والحياة لا تسير على وطيرة واحدة وإنما تتقلب بنا بين السعادة والشقاء والفرج والضيق عندي كلمة معروف على وزن مفعول لو وضعت الحروف كأني أزنها معروف مفعول كذلك مجهول مفعول المنشود المفعول فكلها اسم مفعول فعل معروف عرفة فعل مجهول جاهلة فعل منشود نشدة اسم المفعول على وزن مفعول ضع دائرة على الأسماء التي وردت على وزن مفعول مفعول سطور هل هي على وزن مفعول؟ لا نعم منزل ليست على وزن مفعول كلمة مشكور رائع نعم مشكور مفعول وفي السطر الثاني مرفوع مفعول محمود مفعول اسم المفعول هو اسم مشتق أي نشتقه من فعل له أصل يدل على من وقع عليه الفعل مثل المفعول ولكن هذا مشتق هو اسم المفعول وليس المفعول ذلك اسم الفاعل أخذناه قبل ذلك هو اسم مشتق من الفعل للدلالة على من قام بالفعل أو اتصف به اسم الفاعل استخرج اسم المفعول في الفقرة الآتية ثم بيّن الفعل الذي اشتق منه في أحد المطاعم المشهورة في حينا قرأت لافتة مكتوب مكتوبا عليها التدخين ممنوع فسألت والدي عن سبب ذلك فأجاب حتى لا يتأذى غير المدخنين الموجودون في المكان البطل الذي يستخرج يوقف الفيديو الآن واستخرج أسماء المفعول ثم يحدد الفعل الذي اشتقت منه أول اسم والمشهورة المفعولة المشهور المفعول والتالي التأنيد فعله شهرة مكتوب مفعول أيضا كتب مكتوب ممنوع منع موجود وجد هنا نريد أن نحدد اسم المفعول والزيادة التي طرأت على الفعل اسم المفعول عرفة اسم المفعول منه معروف إذن معروف فعله عرفة مزيد زدنا عليه الميم والواو مجهول الفعل جهلة مجهول زاد أيضا الميم والواو منشود نشد الميم والواو مشكور مشكور شكرا الميم والواو القاعدة اسم المفعول هو اسم مشتق يدل في بنائه على من وقع عليه الفعل يصاق اسم المفعول من الفعل الثلاثي على وزن مفعول وهنا قلنا الفعل الثلاثي لأننا في مرحلة لاحقة إن شاء الله سنأخذ الفعل المزيد على ثلاثة الرباعي والقماسي والسداسي ولو طريقة أخرى في صوغ اسم المفعول السؤال الثاني أكمل كل جملة باسم المفعول المناسب اتقي دعوة نريد أن نأتي من الفعل الظلمة يبقى المظلوم استخدام الهاتف أثناء القيادة غير مسموح المهذب محبوب والبذيء مكروه كلها على وزن مفعول الأم عن رعاية أولادها الأم مسؤولة أمام الله عن رعاية أولادها السؤال الثالث هات اسم المفعول من الفعلين الآتيين صنع مصنوع الجملة الثوب مصنوع من القماش مصنوع الكتاب مصنوع من الورق حفظ محفوظ النشيد محفوظ المؤمن محفوظ بحفظ الله الآن أيها الأبطال نريد أن نوظف اسم المفعول في جمل من إنشائنا شرب مشروب مشروب عصير البرتقال مشروب جميل أكله رائع مأكول البيتزة مأكول شهي سمع مسموع النص المسموع يساعد على التركيز عندي كوب مكسور فأقول مكسور والشجر المقطوع أقول مقطوع قطع مقطوع هكذا هكذا أيها الأبطال اسم المفعول كما رأيتم من الدروس السهلة ولكن يحتاج دائما أن تجد وزن الكلمة هل هي كلمة مفعول مكتوب مشروب مسموع هكذا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقكم جميعا لما يحب يرضى وأن يحفظكم بحفظه اللهم أمين ولا ننسى أن نذكر بحفظ المقطعين الثاني والثالث من القصيدة لمن لم يحفظ حتى الآن حفظكم الله ورعاكم اللهم أمين ونلقاكم في درس جديد وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته وبركاته ترجمة نانسي قنقر